فوز كبير واستعادة القمة مرة أخرى ودراع الدوري بيقترب بشدة من هذا الان أيها بيقتربوا وأنتم حزسين أني أنا بقولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنتراهل أن تتكلم صح إنت بالأرقام صح أنا معك فا ألف مبروك الحمد لله فوز طبعا 3-0 بكل سهولة وده كان بايب من الشروط الأولاني وقلنا إن في حاجة أو ثلاث نقط اتكلمنا فيهم إنه التنظيم كان وحش كان قليل في حماس آه من بداية الماتش حماس وجري والعباء إذا تزبت واللي ما بتلعب التنظيم كان وحش نص الملعب عايز الزبط النهايات قلنا بننهيها وحش أو اللامسة القبل الأخيرة وحشة التزديد تمالي كان في إيد الجور نيجي بقى للشروط الثاني بالزاد بعد خمس دقايق أو ست دقايق أول خمس ست دقايق حرص حدوده اللي كان ضغط في نص ملعب الآلي وفيه كرة رامي تقاوت رامي حاول يجيبها كان هيجيبها في نفسه مش الجنب القائم الأيمن وعدت كورنر وبعديها كورنر أحمد سامي حطاه بدماغوش إنه يطلحها كويس قوي من تحت العرض بعد كده نزل ديانج في الدياق خمسة وخمسين خالد سامي خالد سامي حطاه بدماغوش إنه يطلح لا خالد اللي رامي الأول الأولاني خالد اللي رامي أول والكورنر خالد سامي اللي حطاه برأسه برضو الشيناوي طلحها بطرقه الدياق خمسة وخمسين نزل ديانج ودي نقطة تحول كبيرة جداً في نص الملعب يمكن شريف تكلم عليها في الشترة ولاني وكلنا علاقنا وعقبنا عليها إنه نص الملعب مفتوح قوي في النادي الأهلي ديانج لما نزل كرقم ستة قدام محمد عبد المنعم ورامي ربيعة زابط الإقاع بتاع نص الملعب حتى أدى حرية لأفشن ويلعب وعمل جنين حلوين قوي لعبد القادر وطير بعد نزول ديانج بدقيقة الهدف الجميل اللي جابه عبد القادر كان خلاص هو ده نقطة التحول اللي مية في المية خلاص النادي الأهلي حسم اللقاء والماتش تفتح له وكل اللعبها بقت عندها عارف اللي هي عندهم مبسوطين إنه بلعبوا لأنه هدف عبد القادر جافت ديها خمسة وخمسين تحرك تحرك قطر حلو قوي وقفش عملها له تمرير بينية وهو شاط في البعيدة بعكس الشوت اللي هونيك وأنه تملي بنقول في إيد الجون في إيد الجون راحت في آخر حتة الهدف التاني من الديئة خمسة وخمسين الأهلي تسيد المباراة خلاص تماما اتنين صف اللعبها خدت ثقة في نفسها أكتر اللعبها بقت مبسوطة وياب تلعب التحركات بقت أحسن ديانج زبط نص الملعب وهو أفشا ثم هدف طاهر برضو الهدف الجميل اللي أفشا وقف جوة 18 بكل هدوء رجعها طاهر حطاها ببطن رجله كويس الهدف التالت فأنت تسايدت الأمور تماما حتى الراجل نفسه مستر كولر ابتدى بعدها ما فيش خمس ست دقايق ابتدى يعمل تلت تغييرات بيدي فرصة لبيرسي تاو الفاخري وياسر إبرايم وبعد كده كريمي الدبيس لأنه خلاص الماتش كان انتهى فالشوت الثاني تحسن فيه التنظيم تحسن فيه الأهداف اللي جات أنا جبت جونين كنا بنقول بسهولة أنا كتجيب جون الشوت الأولاني المقاومة أصلا من حرص الحدود بقت أقل كتير وما بلعبوا اللي هو إيه لعرض نفسهم فيه أنديها تلاتة تلعوا من الدور الممتاز بي من باركلوم طبعا كلهم أنديها هتقعد وعايزة تدعم فكله بيعرض نفسه لكن الأهل سيطر على اللقاء تماما فيه ناس طبعا قدت بصورة كويسة ومنهم أحمد عبدالقادر منهم أفشا وأكتر من اللاعب وفيه ناس كانوا أقل شوية أو محافظين على أداءهم شوية اللي هو مثلا زواجزة عائلة المعلومة ما كانش عايز يبزي الجهد كبير لأنه بلعب على طول فكان مسبت نفسه في الخط الخلفي لكن بصفة عامة الأداء تحسن كتير الشرط التاني نتيجة كانت مهيئة أنك أنت تجيب لهدفين دولة كان ممكن تجيب أهدف تاني بس طبعا هي كلمة أنه القندوسي لابد أن يبزي الجهد أكتر من كده بكتير جدا 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 كلاعب محترف داخل النادي الأهلي لأنه بأمانة النهاردة ما فيش تعبير خالص عن نفسه في اللقاء رغم أنه لعب التسعين دقيقة يعني الراجل حاول يلعبه في نص الملعب في الحتة الأمامية ما كانش فيه ظهور بعد كده رجعه في الوراء في نص الملعب بعد كده لما نزل فخري وابتدى عبدالقادر وفخري وطير هما اللي اشتغلوا في الحتة الأمامية مع بيرسيتاو فلابد أن يبزي الجهد أكتر من كده ولابد أن يعبر عن نفسه كمحترف داخل صفوف النادي الأهلي أكتر من كده لكن مبروك النادي الأهلي كسب المباراة بكل سهولة وأريحها كسب نعدي الهلف مبروك أتلقى